حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستو دوليديس خطورة الموقف الراهن في قطاع غزة بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين فضلا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة استعرض الرئيس المصري خلال الاتصال الذي طلقاه من نظيره القبرصي الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهديئة وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لإهالي قطاع غزة إذن كان هذا النبأ العاجل وهو يأتيكم على شاشة القاهرة الإخبارية هناك اتصال بين الرئيس المصري ونظيره القبرصي للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة ومدى الخطورة في أن يكون هناك امتداد لأبعاد هذه التأثيرات والمستجدات ترجمة نانسي قنقر